اهلا بك وخمسة ابتدائي احنا دلوقتي في الجزء التالت من اسئلة قناة الوزارة للمفهوم الاول احتياجات النبات وحابب قبل ما ادخل على الاسئلة في جزء مش موجود في كتاب الوزارة مش موجود في كتاب الطالب مش موجود في ولا كتاب خارجي ده موجود في دليل المعلم القناة بقى اخدته واتكلمت عنه وشراحته علينا ولا مش علينا كده علينا بيقول المفاهيم الخطأ قد يعتقد بعض التلميذ ان كل النباتات تنتج ازهارا وبزور الصحيح هو ان الكثير من النباتات لديها ازهار والبعض الاخر لا يعتمد على الازهار في عملية التكاثر يبقى كل النباتات تنتج ازهار وبزور نقول غلط من امثلة تلك النباتات النباتات بقى اللي هي معندهاش ازهار او بالمعنى الاصح مش بتعتمد على الازهار في عملية التكاثر زي الصنوبريات الصنوبريات تمام؟ اللي هو شجرة الصنوبر تمام؟ دي بقى ايه الموضوع بتاعها؟ دي البزور اللي فيها متشالة جوه حاجة اسمها المخاريط تعتمد على المخاريط في التكاثر ودي موجودة في الصورة الاولى عندنا نبات اسمه الصراخص تمام؟ الصراخص دي بتعتمد على الجراسيم هي معندهاش بزور هي عندها حاجة كده بزور صغيرة زي اللي موجودة على الاوراق دي اللي موجودة اللونها اصفر دي دي بزور صغيرة جدا مش بتتشاف اسمها الايه؟ الجراسيم دي غير الجراسيم اللي احنا نعرفها اللي هي بتسبب امراض دي حاجة تانية خلاص يبقى احنا عرفنا ان الصنوبريات تعتمد على المخاريط في التكاثر والصراخص تعتمد على الجراسيم ومش ايه الاكتر من كده المعلومة دي مهمة يريد يعني نهتم بيها ندخل على الاسئلة وده هيكون الجزء الاخير وحابب انبه قبل ما ادخل على الاسئلة ان في الاشراء اثناء وهما شغلين في الاسئلة قالوا ان الحصة اللي جاية هيبقى فيها اسئلة شاملة على المفهوم بالكامل تمام؟ فتبعوني انا هجيب لكم الاسئلة والله هيعملوا زي السنة اللي فاتت وهيجمعوا كل اسئلة الفيديوهات اللي فاتت في نفس الفيديو يبقى انا مش هنزل حاجة وكل حاجة تبقى قدامنا تمام؟ انا وضحت الصورة قدام الكل اهو عشان تبقى الناس عارفة نبتدي مع بعض اختر الاجابة الصحيحة الاجزاء التي يتم فيها عملية البناء الضوئي الازهار الجزور الاوراق الخضراء السمار وطبعا الاجابة العملية التي يحصل بها النبات على الطاقة هي الانبات التكاثر الحركة البناء الضوئي الاجابة اكتب المصطلح العلمي عملية نقل البزول من مكان لآخر الاجابة عملية انتاج نباتات جديدة الاجابة اكتب وظيفة واحدة اوعية الخشب كده احنا معرضين ان يجلنا سؤال اكتب وظيفة واحدة قناة الوزارة قالت اوعية الخشب يبقى انا لازم اعرف كمان اوعية اللحاء لازم اعرف كمان وظيفة لمين الشرايين للاوردة مهمة جدا عشان نعرف الوظائف ممكن يسألني عن وظيفة للايه الجزور الصاق الاوراق اي حاجة ممكن يسألني عنها حتى الازهار نفسها ممكن يسألني عن الوظيفة بتاعتها بيسألني بيقول لي وظيفة واحدة لأوعية الخشب تقول تنقل الماء والعناصر الغذائية من الجزر عبر الصاق الى الاوراق شكرا